مرحبا بيكم أصدقائي يا حبابي من كل مكان اليوم صراحة مفاجئة شوفوا الفيديو هسان من بوين؟ من نيويورك بعد شوية رح تشوفون بيء من دبي بغداد من سامراء من مطور مطور مرحبا بيكم أصدقائي يا حبابي من كل مكان اليوم صارت لي شغلة كل شمو حلوة كانت حاجز دريدة روح لبغداد فطيارتي ساعة خمسة وأنا مستعد ومنتظر ساعة خمسة تيجي وصارت ساعة خمسة تظهر وجدت ساعة واحدة خد أطلع للمطار كانت خابرني أم المكتب اللي دا تحجز لي فقالت لي شا عندك بالبيت؟ كانت مو بعد بالخمسة طيارتي كانت قللي يا خمسة خمسة الفجر طيارتك قلت لها شلون خمسة الفجر قالت لي خمسة الفجر طيارتك مو خمسة العصر لحشفت التيكت كانت لقى صدق خمسة الفجر فقلت لها مالك يعني هسا يريد أروح فراحة شاف التيكت معرف شنون طبعا التيكت الأول قالت لي لازم أنتظر للأربعاء وحنا اليوم شنون اليوم ثنين فلازم أنتظر للأربعاء حتى أطير ووصل الخميس فقلت لها ما رح أقدر أنتظر لأن رح أطق إذا انتظرت قالت لي لاشي سوي لذا اليوم لازم تهجز التيكت الجديد فلا أنه اليوم بنفس اللحظة بنفس الساعة فجزت فآي تعرفون شنو آي آي تعرضي أقول هيا آي والمهم وهسا منتظر على فكرة ما حد يعرف أنه أنا رايح للأربع لا أهلي لا أصدقائي أبد ما حد يعرف وإن شاء الله أروح وكمل تصوير من بغداد فحب أصور ونحسي شوية بعد بالطيارة فحسور عندي ترانزيت بدبي رح أقال في معاش ساعة في دبي من دبي إن شاء الله أربعة الصبح أنا أكون في بغداد ساعة التسعة الصبح في الشي هذه المتوجه المكاني جايكم يا عراقيين جايكم أكيد أكون عربة الطيارة عرب عربة الطيارة أكون وهذه أول طيارة رح أصعدها هي بطفل لنيو موسيقى هذه المحطة نوصلها اللي هي نيويورك في الصعير بيها بسير بيهن بسير دارك بيهن اليوم في مطار نيويورك نظر المحطة من البووظة اللي راح تروح لدبي من دبي راح اطناعش ساعه تقريبا ب دبي بعدين اروح البغداد يعني الاربعات ساعه تسعة الصبح اوصل البغداد بس المشكلة شنو المشكلة انو 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 انتو حاجز انو انتو خانزي اطناعش ساعه بس اطناعش ساعه انو اخب فندق ثاني اخب فندق هالي حاجز ساعه قلت اتب غراطي و اروح افتر بس هسا ما رح اقدر لانه ما طانف اندخل الحجز الثاني الحجز الثاني اللي هو يعني لان فاتنا حجز فقدم تقريبا صارت عليها هاي روحة 3100 دولار لما اخذ بيزنز هماتين كان طلعت أقل يالله الحمدلله هم دفع بلا او اصل بسلامه هذا المهم ان شاء الله يا رب كان صارت الطيارة قاعد ينتظر شوك تطور الطيارة قارا تارا 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 قاعد واحدين الذي قاعد يامي صبت تلق العب يفاو بدافعتها تلقف تلقف يقول لي هذا الكؤسي اللي قاعد بيه يدفع اكثر هذا المقاعد محجز سابقا والكاستمر 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 مو راح لتحركنا ديارة ترجع لي ورا وراح نقل ان شاء الله ونشوفكم جدت طريق خلق سأحرك مطار دبي وده روح في البوردر اللي أو مو بوردر مارت نسيتش اسموه اللي هي البوابة اللي قل عمال البغداد بس اريد اندله لهم حاليا ساعة هساتي بعدها على امريكا مارت ساعة ديس هسا المهم روح انتظر هناك وانتظر مع الساعة بس اشكل المكان حتى بعدين اروح لحوتين او اروح ديح انتظر هناك طبعا ننشلع قلبي وانتدور على هوتيل لاحد ما لقيت هوتيل او اخير اشتميت هوا عربي الله يجي طبعا صدق يجي حتى هوا نبي طعم يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حاليا جو البرج عندي عندي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم 5 ساعة في ترازيل ما سوف أختارها مارا اضطى 5 ساعة شيء الطرح اشتركوا في الجميع ان شاء الله دعنا وانتوا تمنسوا إياه يعني نباتي بغضنا عصورين بحاجة موسيقى موسيقى مترين بالساعة صارت تقديباً بمعاش نوص بعد موترين هذا السائق بالذوياء اللي هو داي صورني و داي الليني ورح يبقى وياي لحد ما أرجع لي السندق أوه، والله شي حدي حرارة صراحة عابقه لك في لعب كارسونا أي شيء اشتركوا في القناة موسيقى يلا نرجع للفندير سوف نتلع المطار الانتظار الباسيجي عندها دينا المطار و بصراحة دبي ميل يرادل فندير يرادل سبور كامل وإن شاء الله أرجع بحنا لأكتبت من هواين مثل ذا امتدرت من البواضة سي ستة وتعطي من دقي بطلاقة في العراق طيام جاعدين ما في حاجة بس لانا جينا تمدده تدرون شعور وطبيعي واحد يزير وطنا شاء الله يجبس بلغيتكو ويجبس بجدات نستطيع بطلاقة بغدار يا الله إن شاء الله يعطي له الجميع على بغدار تتبير في المكانات تدريدها أحسن لصراحة لديك المكانات تدريدها أحسن شكرا